يمكن الفن من أهم العناصر المضيئة في ثورة يوليو يعني يساعد في كتابة التاريخ وأنه دايما الفنون هي اللي بتنقل التاريخ كمان للأجيال اللي جاية علشان تعرف أكتر وتعي أكتر عن ما حدث في البلاد زي الفن دعم مشروع ثورة يوليو ويعني خليها تكسب كتير من التأييد له على مستوى العربي وأيضا المستوى العالمي وإزاي السينما وإزاي الأغاني ساعدت إنها يعني تحكي لنا أكتر عن الثورة وما حدث في أيام يوليو حنتكلم أكتر بالتفصيل عن دور الفن في ثورة يوليو مع ناقد الفني أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث مساء الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة سلام نور يا فندي وكل سنة وحضرتك طيبة وأهلا بحضرتك أهلا وسعلا برأيك يعني إزاي الفن دعم ثورة يوليو ومشروع يوليو لو بنتكلم على حتى جوة البلد إزاي أثر على المصريين ودعمهم نفسيا في الثورة وكمان على المحيط العربي بالنسبة للداخل كان واضح جدا أن قادة الثورة من بواكير الثورة من بدايتها جدا كانت مؤمنة بالدور اللي تقدر تقوم به الطاقات الفنية المصرية بمعنى أنه هو عموما أي حد في مركز قيادة مصر حتى ما قبل الثورة وما بعدها كان يدرك تماما إمكانيات مصر الفنية وكان يستطيع أن يستفيد منها بدرجة أو بأخرى كان تختلف مثلا من فترة زمنية أو من حقبة زمنية لأخرى لكن أنا أقدر أقولك بمنتهى الوضوح وبدون مبالغة فترة ما بعد ثورة يوليو يعني فترة ما بعد 52 ثم الفترة الحالية هي أكتر الفترات التي كانت القيادة السياسية فيها مؤمنة بدور الفن المصري وبقدرات الفنية المصرية على يعني التعامل مع الرأي العام ومع الجمهور ومع الشعب المصري حتى داخليا ومع الشعب العرب لكن بسيط أشرف أعتقد أنه الزمن ده كانوا محظوظين بشكل كبير بالنجوم الكبار والعظماء اللي كانوا موجودين في هذا الزمن لعندليب عبدالحليم حافظة وتستورة وكوكب الشرق أم كلسوم والموسيقار محمد عبدالوهاب ويعني الكثير والكثير من النجوم الكبار اللي يعني عاشوا أحداث يوليو أنا عاوز بس أقولك على معلومة تاريخية مهمة جدا بعد أسابيع قليلة من كيام صورة يوليو رئيس محمد نجيب أو رئيس لمصر أو رئيس جمهورية لمصر بعت رسالة لمجلة الكواكب المصرية لمجلة الفنية الأولى والرائدة بعت لها خطاب كده بعنوان الفن اللي زي نريده بتحدد فيه صورة مصر صورة يوليو ما هو الفن اللي زي تريده ايه الأهداف اللي بتسع عليها الثورة من خلال الفن ايه نوع الفن اللي بيتقدم قد كده كانوا مستوعبين ومدركين لأهمية الفن